أرى أنه فعلا هناك نوع من الموضوعية ونوع من المنطقية في استجلاب الحديث عن الدين في مثل هذا الموضوع لأن كثيرا من القوانين المتعلقة بالمرأة هي أحيانا تكون منبتقة مباشرة من المنظومة الفقهية الدينية والأمثلة على ذلك كثيرة أولا مدونة الأسرة هي قانون أنتج سنة 2004 نحن الآن في 2019 يعني بعد 15 قرنان على صدور هذا القانون من الطبيعي جدا أن تكون هناك دعوة وأن يكون هناك نداء نحو تعديل هذه المدونة بحكم أن القوانين هي من طبيعتها أنها متغيرة وأنها غير ثابتة وأن ما يقع في العالم من متغيرات ما يقع في العالم من حركية سواء داخل المجتمعات أو حتى الحركية الخارجية هي منها الطبيعي جدا أن تنشئ هذه الرغبة في تغيير هذه القوانين حتى تكون محينة وحتى تكون ملائمة للواقع الذي نعيشه اليوم مدونة 2004 هي قفزة نوعية وكبيرة جدا عما كان قبلها بعد نضالات كبيرة من أجل وصول إلى المكتسبات التي جاءت بها ولكن اليوم نحن مطالبون بتطوير هذه المكتسبات بتحصيل حقوق أخرى لا زالت لم تحصل بحكم أن الصياق لم يكن مناسبا ولا ملائما في ذلك الوقت حين نتحدث عن قضية تعصيب مثلا الذي هو نظام قبلي عرفي ليست له حتى مرجعية دينية لا يتلأم نهائيا والواقع الذي نعيشه اليوم الذي يعرفه العالم اليوم من خروج المرأة للعمال ومن إنفاقها على 20% من الأسر المغربية حسب الإحصائيات الرسمية لا يمكن إلى اليوم أن نتحدث عن منطق التعصيب الذي يجعل العم وإبل العم البعيد جدا يارث مع بنات المتوفى هذا باب من الأبواب التي يمكن مراجعتها في مدونة الأسرة أبواب أخرى قضية إلحاق الطفل بأبيه في العلاقة التي هي خارج الزواج باستعمال التقنيات الحديثة خصوصا تقنية الأدين والتي لا زال القانون إلى الآن لا يعترف بها ولا يعتبرها دليل إثبات مع أنها دليل إثبات قطعي 100% أيضا هذا أمر يحتاج إلى تغيير هذه بعض النماذج والأمثلة وإلا بالعموم القانون بحكم أنه قد مر عليه 15 سنة هو يحتاج إلى مراجعة شاملة المراجعة دي المدونة الأسرة في سياق الراهن هو ضرورة لأسباب عديدة السبب الأول هو أنه دازت 15 سنة على آخر تعديل وفي هذه 15 سنة وقعت أحداث كثيرة وتحولات كثيرة السبب الثاني هو أن أصبح عندنا دستور خصو الملاءمة مع مدونة الأسرة لأن دستور 2011 جاب جوجة الأشياء تتجاوز المدونة الفصل 19 الذي يقرب المساواة وكذلك سمو المعاهدة الدولية على الشريعات الوطنية وهذا هو جوجة الأشياء اللي خاص الملاءمة دي المدونة الأسرة مع هاد المعطيهين ثم من جانب آخر هاد الـ 15 عام عرفت البروز دي المرأة والكفاءة دي لها في عديد من القطاعات حيث برهنت على الدور دي لها حتى في إنتاج التروة ولكن أيضا هاد الـ 15 عام بينات لنا التغارات والعيوب والنقائص دي المدونة دي 2004 وهاد العيوب الآن اللي أولينا كان عرفوها بوضوح كتسمح لنا اليوم باش نمشي ونحدده بتدقيق شنو اللي خصي التعاود في المدونة وشنو اللي خصي التصلح خاصة ما يتعلق بالولايات ما يتعلق بتعدد زوجات ما يتعلق بالتزوج أو اغتصاب القاصرات باسم الزواج اللي كانت تعمله واحد الاستثناء وصبح هو القاعدة ثم نظام الإيرت بطبيعة الحال اللي اليوم كنت نقش بشكل كبير في بلدنا واللي ما بقاش ممكن أن نراجع المدونة بدون ما نراجع معها نظام الموارد اشتركوا في القناة